ألقى القائم بأعمال وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني وهو الرجل الثاني في قيادة الحركة كلمة أمام الكاميرات في حفل تخرج للشرطة في العاصمة الأفغانية كابل وأقل حقاني لقوات الشرطة أنني أمامكم بشكل علني لتعزيز ثيقتكم بأنفسكم ولحثكم على تقدير القيادة وحقاني مطلوب من قبل الولايات المتحدة لاستجوابه فيما يتعلق بهجوم حصل عام 2008 على فندق في العاصمة الأفغانية أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أمريكيين ووضعت الليات المتحدة جائزة مالية بملايين الدولارات لتلاقي بمعلومات عن مكانه بسبب تورطه بالإرهاب الدولي وهو عضو في شبكة حقان المتشددة والتي صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية في 2012 وتعتبر شبكة حقان الأكثر تطارفا في حركة طالبان ونقلت تقرير عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين من طالبان قولهم أن سفراء من الصين وروسيا وباكستان وتركيا والإمارات وقطر وكازاخستان وإيران حضروا الحفل الذي بثته هيئة الطرق والمواصلات الأفغانية التي تديرها الحكومة على الرغم من عدم اعتراف أي دولة رسميا بحكومة طالبان ترجمة نانسي قنقر